تحت في مملكة البحرين هذا العام بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم وهي تعيش مرحلة زاهرة من درب الإصلاحات الديمقراطية والتحديث الشامل التي يقودها عاهل البلاد المفدى وشكل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة على كافة المستويات وذلك منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في عام 1999 سطر العام 1971 بداية جديدة في تاريخ البحرين الحديث إذ شكل منعطفا مهما في حياة البحرينيين عندما وقع الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وثيقة إنهاء المعاهدة البريطانية البحرينية وما إن قرأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على الهواء مباشرة من قاعة الاجتماعات في دار الحكومة بالمنامة بيان الاستقلال عام 1971 إلا وبدأ مشوار التحولات الحقيقية في المضمون السياسي والإداري في البحرين شعب البحرين قال كلمته عندما اختار أن تكون البحرين عربية مستقلة مرجعيتها العروبة ودينها الإسلام فتحققت مشيئة الشعب العربي البحريني وقيادته التي حملت راية هذا الطلب الشعبي وكان نتاجه الاستقلال السياسي للبحرين وتأسيس الدولة البحرينية العربية باعتراف دولي وأممي واليوم وبعد 44 عاما من الاستقلال قاد جلالة الملك المفدى مسيرة الإنجازات بكل حنكة واقتدار منذ العام 1999 وذلك من خلال المشروع الإصلاحي الذي يعد نقلة نوعية في مختلف الأصعدة خصوصا السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومجالات التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة التي حفظت للبحرين مكانة مرموقة عربيا وعالميا لسنوات متتالية بالإضافة إلى تقدم دور المرأة وتواهج المملكة ثقافيا وتألقها رياضيا ما عزز مكانتها المرموقة في المحافل الإقليمية والدولية بخطة ثابتة وواثقة تسير مملكة البحرين إلى المستقبل وفق خطة مدروسة من خلال استراتيجية البحرين 2030 التي تضع توجهات ورؤى البحرين التنوية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتماشية مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز مناخ الحرية والانفتاح والتطور والمواطنة وحقوق الإنسان سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر